أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 37 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض عددا منها. فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم ردا على مقتل عددا من الأشخاص بينهم عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي الليلة الماضية. فإلى أين يمكن أن تصل المواجهات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود؟ وهل تنتقل المناوشات الحالية إلى مواجهة أشمل؟ وكيف يمكن منع اندلاع حرب بين الطرفين في ظل استمرار المواجهات الحالية؟ وما تفاصيل الحديث الإسرائيلي عن خطط لهجوم في لبنان؟ مع التصاعد العمليات العسكرية والتهديدات من الجانبين تعرضت أكثر من 13 بلدة ومنطقة حدودية في جنوب لبنان في الساعات الماضية لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي وصاروخي أديا إلى مقتل خمسة أشخاص. في الوقت الذي تعرضت فيه إسرائيل لتسع هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية وبلدات حدودية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد نحو 37 صاروخا أطلقت على دفعتين من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية واعترضت القبة الحديدية عددا منها. فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم ردا على مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصره في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على بلدة خربات سلم. ونع الحزب ثلاثة من مقاتليه في هذا القصف هم رجل ونجلاه. وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل امرأة وشخص آخر جراء الضربة. وردا على القصف أعلن حزب الله اطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على بلدة ميرون في شمال إسرائيل التي تضم قاعدة عسكرية مهمة لمراقبة الحركة الجوية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أن سلاح الجو استهدف خلال الليل بنا تحتية تابعة لحزب الله. من بينها مبنى عسكري في خربة سلم حيث تم تحديد وجود عناصر من حزب الله. من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم اليونفر أندريا تنينتي عن تعرض دورية مشتركة لقوات اليونفر والجيش اللبناني إلى إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي للحدود في محيط بلدة عيد الشعب اللبنانية الحدودية. مشيرا إلى إصابة آلية للجيش اللبناني من دون أن يلحق الأذى بعناصرها. ومنذ بداية التبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قتل نحو 312 شخصا معظمهم من مقاتلي حزب الله. إضافة إلى 56 مدنيا في لبنان بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي عشرة جنود وسبعة مدنيين بحسب الأرقام الرسمية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ومساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أهلا بك معنا سيد ديفيد. بداية هل تتوقع فعلا أن يتوسع نطاق الحرب في غزة وينتقل إلى لبنان إذا ما نظرنا إلى ما تنقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا. بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بصياغة خطة للدخول البري في لبنان. بسعب الخير لكم ولمشاهديكم. نحن نرى اتجاه سلبيا مع بيضع حزب الله وإسرائيل. فمن جهة يقول حزب الله بأنه لن يوافق على وقف الإطلاق النار لحين التواصل إلى وقف إطلاق النار في قدع غزة. ومن جهة أخرى يقول الإسرائيليون بأنهم لن يوقفوا النار في الشمال إلى حين تراجع حزب الله عشرة كيلومترات. حتى وإن جرى وقف إطلاق النار بالنسبة لقطاع غزة فقد يكون الوضع أن حزب الله وإسرائيل قد لا يتوصلون إلى اتفاق من أجل خفض التصعيد. حتى مع كل جهود السيد هوكستين للتفاوض في من أجل ذلك. قد لا تكون الحرب وشيكة. ولكن كل يوم يزداد خطر سوء الحسابات. وقد يحدث حدث قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع. وهذه النقطة مهمة سيد شنكر عندما يقول حزب الله بأنه قد يوقف عملياته العسكرية في حال إيقاف الحرب في غزة. وبالمقابل الجيش الإسرائيلي يقول مرارا وتكرارا بأنه يتبع مبدأ فصل الجبهات. وبأن جبهته الشمالية مع جنوب لبنان لا علاقة لها بما يجري في قطاع غزة. هل نتحدث هنا عن أهمية إعادة تفعيل القرار 1701 أم أن صورة الوضع في المنطقة الحدودية ما بين إسرائيل ولبنان قد تتطلب ربما إلى توقيع اتفاقية جديدة والمفاوضة أكثر مع حزب الله وليس مع الدولة اللبنانية؟ إن الحكومة اللبنانية ليست تتمتع بسيادة. حزب الله هو الذي يتخذ القرارات لدولة لبنانية وكذلك بالارتباط إيران تتخذ القرارات. أعتقد أنك محق أنه قد يكون من المفيد وأن الولايات المتحدة تعمل جاهدة من أجل العودة إلى تفعيل أعمق وتطبيق أعمق للقرار الأممي 1701. لن نصل إلى ذلك الحد فهذا القرار لم يتم تطبيقه بشكل كامل من قبل ولكي توافق إسرائيل على التراجع على بضعة نقاط على الحدود وحتى الانسحاب من شبعة ومن منطقة أخرى. وطبعاً لن يفعل ذلك تحت ضغط النيران. وأيضاً مسألة حزب الله بأن يتراجع بوحدات الردوان عشرة كيلومترات. نعرف أن إسرائيل لن توافق على العودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائماً في السادس من أكتوبر. هذا يبدو مثل ما يحدث في قطاع غزة جميعنا نعرف أن الخطة التي استعانت بها حماس في السابع من أكتوبر هي الخطة التي عزم حزب الله على استخدامها ضد إسرائيل. لذلك يجب أن يكون هناك فصل لهذه القوة. وزير الدفاع الإسرائيلي يو أفغلان تقال بأن حزب الله يجر المنطقة إلى تصعيد كبير. سيد ديفيد ديروش في حال فعلاً اتجهت إسرائيل إلى رفع حدة التوتر في تلك المنطقة. كيف سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل من الممكن أن تدعم إسرائيل أيضاً في حماية جبهتها الشمالية؟ تقليدياً إسرائيل تدافع عن نفسها. لا أتوقع أي انخراط مباشر للرئيس المتحدة بأي طريقة. إنه موقف إدارة الرئيس بايدن التأكيد على حفظ التصعيد. وأن الإدارة لا تؤيد أي تحرك استباقي إسرائيلي على الأرض في لبنان. إن الشيء الجيد هو بأن حزب الله وإيران لا يريدون حرباً. ولا إسرائيل تريد حرباً كذلك. قد نتمكن من الإبقاء على هذا التوتر. على أنه توتر عالي وأن نرى نزاعاً على وطيرة منخفضة، على وطيرة متوسطة. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى هذا النزاع أن يخرج عن نطاق السيطرة. والأطراف المعنية كذلك. كما أكدت للتوت. هذا قد يخرج عن نطاق السيطرة. إن قتل أعداد كبير من المدنيين على الجهتين. سيد ديفيد شينكر. كانت هناك وسائل إعلام لبنانية تحدثت بأن إسرائيل أبلغت دولاً أوروبية. حددت فيها مهلة الخامس عشر من مارس الجاري للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان. وإلا فإنها مستعدة للتصعيد. كيف يمكن قراءة مثل هذا التهديد إن صح التعبير؟ وهل يعتبر فعلاً المسار السياسي إن تم تحقيقه مساراً مقنعاً بالنسبة لإسرائيل؟ إن هذه الملاحظات وردت عن صحيفة مؤيدة لحزب الله هي صحيفة الأخبار. لقد نفى المسؤولون الإسرائيليون في الصحافة الإسرائيلية عن ذلك. وأكدوا على أنه ليس هناك خطط وشيكة لتحرك بري في لبنان. وما من مهلة زمنية أو صقف زمني لذلك. هناك الكثير من التخمينات والتكهنات. ولكن ما نعرفه هو بأن الإسرائيليين لا يتراجعوا عن موقفهم في هذا الموضوع. لقد خرج الآلاف من الإسرائيليين من ديارهم في الشمال. مثلما هناك الآلاف من اللبنانيين قد خرجوا من ديارهم في الجنوب. وأن هذا الوضع على المدى الطويل لا يمكن تحمله. وهناك ربع مليون نازح من الداخل في داخل إسرائيل. إن لم يتم التأمين على سلامة الناس في الشمال إسرائيل. علينا أن نتوصل إلى صيغة جديدة. أخمن بأن الولايات المتحدة قد تحاول التوسط من أجل ترتيبات تحديد جديد. أطر جديدة لمسألة الحدود. وللنقاط على الحدود. والسيغة تسمح بأن يقوم حزب الله بالتراجع بقواته الرسمية بضعة كيلومترات إلى الوراء. نعم. حتى في أفضل الحالات والسيناريوهات. قد لا يكون حلا طويل الأمد. أعتقد أننا سنعود إلى نفس الموقف بعد اتفاقية من هذا الشكل بعد السنة. بالنظر إلى تصريحات المبعوث الأمريكي أموس هوكستين الأخيرة أثناء زيارته إلى لبنان. قال فيها أن أي هدنة يتم الاتفاق عليها في غزة ليس من الضروري أن تمتد إلى لبنان. في حال فعلا أقدمت إسرائيل على خطوة الاشتياح البري إلى داخل الأراضي اللبنانية. هل سيكون قادرا على اتخاذ مثل هذه الخطوة؟ وخصوصا أن عناصر حزب الله لديهم معلومات دقيقة بجغرافية الأرض. وهم على أهبة الاستعداد. لقد رأينا ما حدث في العام 2006. قررت إسرائيل بعد أسبوعين من الحرب أو ثلاث أسابيع من اندلاع الحرب. أنها ستتبع نهجة مبريا وفشلة وخسرت إسرائيل عدد من الجنود. ولم تكن الخطة اللوجستية جيدة. ولكن هناك فرق بين ما يحدث الآن وما حدث في العام 2006. نرى من خلال الاستهداف الإسرائيلي لأهداف في جنوب لبنان أن الأهداف هي أفضل وأعمق عما كانت عليه في العام 2006. نرى أن إسرائيل قضت وقتا طويلا في تطوير استخباراتها وشبكاتها الاستخبارية في داخل جنوب لبنان وأهدافها. وأعتقد أنهم أيضا سيكون أداؤهم أفضل على الميدان. ولكن أيضا نعرف أنهم سيكونون قوة مشتاحة. وهذا سيكون صعب حتى مع كل الاستخبارات الجيدة. وسيكون هناك كلفة باهظة لكل من لبنان وإسرائيل. وإسرائيل تريد أن تتلف ذلك. ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن. لسياسات الشرق الأدنى. ومساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك.